السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحباء الصغار؟ أرجو من الله أن تكونوا بخير جميعاً اليوم سوف نتعرف على درس جديد من دروس اللغة العربية وهو درس القراءة لنتعرف على عنوان درسنا لهذا اليوم إذن عنوان درسنا لهذا اليوم هو بيتي جميل بيتي جميل هيا لنتحدث عن البيت الجميل الذي حدثنا عنه صديقنا حمد هيا يا صغاري انتبهوا يا صغاري إلى الصور التالية أمامنا ماذا تستطيعون أن تروا في هذه الصور؟ أحسنتم يوجد عائلة هذه العائلة مكونة من الأب والأم والأولاد فهم في الصورة الأولى ماذا يفعلون؟ أحسنتم يقرؤون قصة وفي الصورة الثانية ماذا يفعل حمد؟ أحسنتم فهو مجتهد مثلكم يكتب واجباته والصورة الأخيرة أحسنتم العائلة مجتمعة على مائدة الطعام فهم يتناولون الطعام سوية كل يوم كما نفعل نحن ماذا تفعل أنت في بيتك؟ أخبرني عندما نأتي إلى المدرسة فأنا في انتظاركم دائما هيا لنجلس جيدا ونستمع بتركيز جيد إلى درسنا لهذا اليوم إذن عنوان درسنا لهذا اليوم بيتي جميل قرب بيتي بحر كبير إذن ماذا يوجد قرب بيتي؟ أحسنتم بحر كبير في الصورة الثانية في بيتي حجرة ألعاب في بيتي حجرة ألعاب والصورة الثالثة في بيتي حجرة جلوس في بيتي حجرة جلوس والصورة الأخيرة في بيتي ما هذه يا ترى؟ نضع فيها الكتاب دائما أحسنتم مكتبة في بيتي مكتبة كبيرة في بيتي مكتبة كبيرة الآن يا صغاري سوف أعيد قراءة الجمل الدرس مرة أخرى أرجو منكم جميعا أن تعيدوا ورائي بشكل جيد استمعوا جيدا الجملة الأولى قرب بيتي بحر كبير إذن قرب بيتي بحر كبير لا ننسى أن نضع النقطة دائما في آخر كل جملة الجملة الثانية في بيتي حجرة ألعاب في بيتي حجرة ألعاب في منزل كل واحد مننا هناك حجرة الحجرة هي الغرفة الغرفة التي نذهب إليها إما كي ننام أو ندرس بها أو هناك غرفة خاصة للألعاب نلعب بها مع إخوتنا وأصدقائنا إذن الحجرة هي الغرفة عندما أقول حجرة الصف هي غرفة الصف لا تنسوا ذلك في بيتي حجرة جلوس في بيتي حجرة جلوس إذن في بيتي نعني بها غرفة جلوس الحجرة هي الغرفة جملة الأخيرة في بيتي مكتبة كبيرة في بيتي مكتبة كبيرة صغاري أريد أن أطرح عليكم هذا السؤال انتبهوا جيدا ماذا يحدث يا ترى لو لم نحافظ على نظافة بيتنا لو رمينا الأوساخ في المنزل ورمينا الملابس على السرير هل سوف يبقى منزلنا نظيفا؟ لنفكر أحسنتم سوف يكون المنزل متسخا جدا لذلك يجب أن نحافظ على نظافته جيدا وأن نرمي الأوساخ في سلة المهملات ونحافظ على ترتيبه بشكل جميل كما يجب علينا أن نحافظ على نظافة مدرستنا أيضا يا صغاري أقرأ أقرأ وأصل بالصورة المناسبة في بيتي مكتبة كبيرة أين هي الصورة؟ أحسنتم هي الصورة الثالثة أحسنتم يا أحبائي الآن في ختام درسنا لهذا اليوم نكون قد تعرفنا على درس القراءة بيتي جميل أتمنى منكم جميعا أن تحافظوا على نظافة منازلكم برعاية الله يا صغاري على أمل اللقاء بكم قريبا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر